أعزائي المتعلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح الجزء الأول من الامتحال جهو الموحد لمادتي التاريخ والجغرافيا والخاص بالمترشحين الأحرار طورة 2020 لجهة الدار البيضاء سطات الوضعية الاختبارية الأولى تتعلق بالاشتغال بالوثائق الجغرافية الوثيقة الأولى هي عبارة عن جدول إحصائي يبرز توزيع نسب الفقر والهشاشة والأمية في المغرب حسب وسط الإقامة استنادا إلى إحصاء 2014 إذن لدينا هنا مؤشرة الفقر والهشاشة والأمية بالنسبة المئوية وذلك حسب وسط الإقامة أي حسب المجالين الحضر والريفي وعلى المستوى الوطني المصدر الوثيقة الثانية نص جغرافي منطقه يظل تأثير البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة العالم القروي دون انتظاراته وحاجيات الساكن القروية ويتجلى ذلك في استمرار الفوارق الجماعية والاقتصادية وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية إذ لا يزال حوالي 3.5 مليون شخص لا يستفيدون من تزويد منتظم بالماء الشروب ونحو 1.3 مليون شخص لا يستفيدون من الربط بشبكة الكهرباء ومن جهة أخرى فإن الفقر يظل ظاهرة قروية بالأساس إذ أن 85.4% من الأشخاص المعنيين بالفقر يعيشون في البادية أما الوضع في المناطق الجبالية فإنه يدعو للقلق بشكل أكبر ذلك أن هذه المناطق تشهد تأخرا كبيرا في مجال تنمية البشرية حيث تبلغ نسبة الأمية في صفوف ساكنتها نحو 47% مقابل 32% المستوى الوطني كما أن دخل سكان المناطق الجبلية يقل مرتين على المتوسط الوطني ويتظل مساهمة المناطق الجبلية في تنمية الاقتصادية للبلاد محدودة جدا إذ لا تتجاوز 5% من الناتج الداخلي الإجمالي و10% من مجموعة الاستهلاك الوطني المرجع الوثيقة الثالثة نص جغرافي منطقه تشكل تنمية القروية أحد الأهداف الرئيسية لسياسة إعداد التراب الوطني وذلك عبر تنفيذ مقاربة ترابية شمولية تهديف إلى تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبائية وقد بضرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منذ سنة 2007 إلى ترجمة هذا الاهتمام بالتنمية القروية المستدامة من خلال بلورة استراتيجية وطني للتنمية القروية تضع أسسا لرؤية استراتيجية نموية مندمجة للمجالات القروية وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية فيما يلي تحسين مستوى السقطة بالوسط القروية عبر التركيز على تقوية جهيزات والبنيات التحتية الأساسية بغية تحسين ظروف العيش وتأهيل العمران بالمجالات القروية الرفع من تنافسية الاقتصاد القروية من خلال تنويع أنشطتي الأساسية سعيا لتحسين مستوى تنافسية القطاع الفلاحي وتنمية الأنشطة غير الفلاحية العمل على توفير شروط الاستدامة البيئية بهدف حث كافة المتدخلين والفاعلين المساهمة الفعالة في المحافظة على بيئة المجالات القروية وتثمين مواردها الطبيعية خلق إطار مؤسساتي وسياسي ملائم لتعزيز عملية تنمية القروية المستدامة المرجع إذن بعد قراءتنا للوثائق الثلاث قراءة جيدة ومتمعين الآن سنتعرف على ما هو مطلوب إذن المطلوب مننا في سؤال الأول هو تحويل معطاية الوثيقة الأولى إلى مبيان بالأعمدة إذن تم تحديد نوع المبيان المراد إنجازه السؤال الثاني المطلوب هو وصف وضعية تنمية بالمغرب من خلال المبيان المنجز وانطلاقا من الوثيقة الأولى السؤال الثالث يرتبط باستخراج مظاهر أزمة المجال الريفي المغربي من خلال الوثيقة الثانية السؤال الرابع انطلاقا من الوثيقة الثالثة ومن مكتسباتك أو مكتسباتك المطلوب هو استخلاص دور سياسة إحدى التراب الوطني في تنمية المجال الريفي المغربي والسؤال الخامس المطلوب هو كتابة فقرة نفسر فيها أزمة المجال الريفي المغربي طبعا من المكتسبات إذن نشرع في الإجابة عن السؤال الأول بالرجوع إلى الوثيقة الأولى إذن فالوثيقة الأولى هي تبرز لنا تمزيع نسب الفقر والهشاشة والأمية في المغرب حسب وسط الإقامة حتى طبعا نحصل على فكرة متكاملة نسبيا عن مستوى التنمية بالمغرب وذلك سنة 2014 إذن الظاهرة هنا هي ظاهرة إحصائية ثابتة مرتبطة بسنة واحدة لذلك هنا سنحولها كما هو مطلوب السؤال إلى مبيان بالأعمدة إذن سنحول هذه الإحصائيات إلى مبيان بالأعمدة إذن الخطوة الأولى بعد تصنيفنا للمعطيات إذن المعطيات هنا هي معطيات طبعا كمية نسبية مرتبطة بنسب الفقر ثم هناك معطى نوعي اسمي يرتبط بوسط الإقامة الآن سنحدد المقياس إذن المقياس دائما نأخذ أعلى نسبة مئوية أو أعلى رقم في الجدول وهو 47.7 مقسوم على 10 إذن سنحصل على 4.77 إذن نأخذه بإفراط أي 5% إذن كل واحد سنتيمتر يساوي 5% ويمكن كذلك أن نختار مقياسا ثانيا وهو 1 سنتيمتر يساوي 10% إذن الفرق بين 5% و 10% إذن الفرق هو فقط في طول المحور العمودي إذن فالمبيان سيكون أعزاء المتعلمين على الشكل الآتي إذن لدينا هنا العنوان نسبة الفقر والهشاشة والأمية في المغرب حسب وسط الإقامة سنة 2014 ثم لدينا هنا المتغير الأول الذي قمنا بتمثيله على المحور العمودي وهو نسبة مئوية لمؤشرات الفقر الهشاشة والأمية ثم لدينا هنا المتغير الثاني وهو وسط الإقامة الذي قمنا بتمثيله في المحور الأفوقي ثم لدينا طبعا المفتاح أي مؤشرات الفقر باللون الأصفر إذن مؤشر الفقر باللون الأصفر ومؤشر الهشاشة باللون الأزرق ومؤشر الأمية باللون الأخضر ثم أخيرا المصدر إذن فالأساسيات المرتبطة بالمبيان وهي العنوان كذلك المقياس ثم المتغيرات إضافة إلى المفتاح إذن توضع داخل إطار أما المصدر فهو يدرج خارج الإطار إذن بالنسبة للأعمدة كما تلاحظون قد أترك مسافة صغيرة بين العمود الأول والثاني وقد طبعا تكون هذه الأعمدة متلاحمة أو متلاسقة أو ما يسمى بـ إذن لدينا هنا الاختيار إما بين أن تكون هذه الأعمدة أن تكون بينها فوارق أي مسافة معينة أو أن تكون متلاحمة ولكن طبعا بالنسبة للوسط الإقامة إذن لا بد أن أترك مسافة معينة بين كل مجال جغرافي الذي يليه إذن بعد ذلك أعزاء المتعلمين ننتقل إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي المطلوب هو وصف وضعيات النمية بالمغرب من خلال الميبيا المنجز والوثيقة الأولى إذن نرجع إلى الميبيا المنجز إذن يتضح لنا أن مؤشرات الفقر الهشاشة والأمية عموما تظل مرتفعة في المغرب خصوصا في الوسط أو في المجال القاروي إذن لاحظوا أن نسبة الأمية هي مرتفعة في الوسط الريفي مقارنة بالوسط الحضري وأيضا على المستوى الوطني الأمر نفسه ينطبق على نسبة الهشاشة وكذلك الفقر وملاحظة أخرى أن هذه المؤشرات هي نسبيا أقل في المجال الحضري مقارنة بالمجال الريفي وعلى المستوى الوطني إذن نرجع الآن إلى الجدول الإحصائي إذن لاحظوا أن نسبة الأمية إذن الأمية لا تزال مرتفعة في المجال المغربي خصوصا في المجال الريفي 47.7% مقابل 22.2% في الوسط الحضري و32% على المستوى الوطني الأمر نفسه ينطبق على مؤشر الهشاشة إذن يصل إلى 19.4% في المجال الريفي مقابل 7.9% في المجال الحضري و12.5% على المستوى الوطني بالنسبة للفقر فنسبته مرتفعة في المجال الريفي إذن في حدود 9.5% مقابل 1.6% في المجال الحضري إذن ويبقى ضعيفا نسبيا مقارنة بالمجال الريفي ولكن على المستوى الوطني فهو يصل إلى 4.8% إذن الإجابة ستكون على النحو الآتي إذن ثانيا وصف وضعية 100% إذن نلاحظ صفحة معضلة الأمية 32% والهشاشة 12.5% والفقر 4.8% على المستوى الوطني ثم الملاحظة الثانية وهي انتشار الفقر والأمية والهشاشة بالوسط الريفي بنسبة كبيرة مقارنة بالوسط الحضري وأخيرا التساع إذن على المستوى المجالي واتساع الفوارق لأن هناك مؤشر وسط الإقامة إذن لابد أن نشير إليه وهو التساع الفوارق التنموية بين المدن والأرياف بالمجال المغربي الآن نأتي إلى السؤال الموالي إذن المطلوب هو استخراج مظاهر أزمة المجال الريفي المغربي من خلال الوثيقة الثانية إذن بالرجوع إلى النص نص الوثيقة الثانية إذن فمظاهر أزمة المجال الريفي فهي متعددة من خلال الوثيقة إذن من بينها أولا التساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية كذلك ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية في المجال الريفي كتوضيح لأذي النقطة فمثلا 3.5 مليون شخص في العالم القراوي لا يستفيدون من تزويد المنتظم بالماء الشروب وكذلك 1.3 مليون شخص لا يستفيدون من ربط بشبكة الكهرباء كذلك ارتفاع نسبة الفقر فالفقر يمثل ظاهرة القراوية بامتياز في المغرب فـ 85.4 مليون شخص يعيشون في البادية وهي طبعا نسبة مرتفعة جدا كذلك الأمر هو أكثر يعني تعقيدا ويثير قلقا كبيرا في المناطق الجبالية لماذا؟ لأن هذه المناطق تشهد تأخرا كبيرا في مجال التنمية البشرية نسبة الأمية تبلغ 47% كذلك معدل الدخل أو ما يسمى دخل السكان في المناطق الجبلية ويقل مرتين عن المتوسط الوطني كذلك مساهمة المناطق الجبلية في تنمية القصادية تظل محدودة لأنها لا تتجاوز 5% من النتيج الداخلي كذلك الاستهلاك الوطني بالنسبة للمناطق الجبلية لا يتجاوز 10% إذن فمعدل الاستهلاك لا يتجاوز 10% من الاستهلاك الوطني بالنسبة للمناطق الجبلية إذن هذه الأفكار سنحاول إبرازها من خلال أو بالصيغة الأتية إذن ثالثا تتجلى مظاهر أزمة المجري في المغربي في أولا استمرار الفورق الاجتماعية ثم ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية بحيث لا يزال حوالي 3.5 مليون شخص بدون ماء شروب ونحو 1.3 مليون شخص بدون كهرباء أيضا استفحة لظاهرة الفقر التي تمس 85.4% من القرويين تأخر 200 البشري بالمناطق الجبلية إذن الأمية تطال 47% من الساكنة والدخل الفرضية كل مرتين على المتوسط الوطني ثم ضعف مساهمة المناطق الجبلية في 200 اقتصادية البلاد 5% من ناتج الداخلي الإجمالي و10% من إجمالي السهلاك الوطني السؤال الرابع إذن المطلوب هو انطلاقا من الوثيقة الثالثة ومن المكتسبات إذن مطلوب هو استخلاص دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنمية المجال الريفي المغربي إذن بالرجوع إلى الوثيقة الثالثة إذن من خلال نصف يتجلى طور سياسة إعداد التراب الوطني في تخفيف أو في تنمية المجال الريفي من خلال مثلا الإعلان عن استراتيجية الوطنية للتنمية القراوية التي وضعت أسسا للتنمية المندمجة بالمجالات القراوية أولا من خلال تقوية جهيزات والبنيات التحتية الأساسية كذلك الرفع من تنافسية الاقتصاد القراوي من خلال طبعا تنمية الأنشطة غير الفلاحية بالأساس إذن عدم التركيز فقط على الفلاحة ولكن لا بد من تنوع الاقتصاد القراوي ثم أيضا توفير شروط الاستدامة البيئية من خلال تتمين الموارد الطبيعية وأيضا الحفاظ على البيئة ثم خلق إطار مؤسساتي وسياسي ملائم لتعزيز عملية تنمية القراوية المستدامة إذن هذا من خلال الوثيقة الثالثة ولكن لا بد أيضا من أن نعبئ المكتسبات من أجل إجابة عن هذا السؤال إذن من نسبة للنص أعفوا إذن أولا تقوية دور سياسة إعداد ترى بوطن في تنمية المجال الريفي المغربي وذلك من خلال أولا تقوية جهيزات والبنيات التحتية الأساسية تحسين ظروف العيش وتأهيل عمل القراوي الرفع من تنافسية الاقتصاد القراوي من خلال كما قلنا تنويع الأنشطة الاقتصادية تحسين تنافسية القطاع الفلاحي وعصراناته وأيضا تنمية الأنشطة غير الفلاحية إذن بالنسبة لمكتسبات النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنات العالم القراوي تحقيق النجاة الاقتصادية في المناطق البورية فك عزلة المناطق الجبلية ودمقرة التعليم وحاربة الأمية وتعليم الكبار ثم أخيرا تدبير الموارد الطبيعية وحماية الأوساط البيئية لضمان السيدامة البيئية إذن دائما بالنسبة لدور سياسة إعداد التراب الوطني من خلال المكتسبات إذن هنا لا بد من التركيز على التوجهات أو الاختيارة الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني سواء كانت قطاعية أو مجالية السؤال الأخير يرتبط بكتابة فقرة لتفسير أزمة المجال الريفي المغربي إذن ما هي العوامل مفسيرة لأزمة المجال الريفي المغربي من خلال تعبئة المكتسبات إذن تفسر أزمة المجال الريفي المغربي بجملة من العوامل المتداخلة منها على الخصوص ارتباط الفلاحة بالتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف وإهمال وسط القراوي في الخطط التنموية إضافة إلى هجرة الفئات الناشيطة القادرة على العمل نحو المدن وضعف مستوى التأهيل البشري وأيضا هيمنة الفلاحة المعيشية وتعقد البنية العقارية للأراضي إذن لاحظوا أن الأفكار هي جد مركزة وهكذا يجب أن تكون فقرة إذن يجب أن تكون مقتضبة في حدود ستة أسطور إذن أعزائي المتعلمين هكذا نكون قد نهينات صحيح هذا الجزء الأول متعلق بهذا الامتحان إذن أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى لكم التوفيق في استعداداتكم لامتحان الجهة والموحد بحول الله وألقاكم في الجزء الثاني من الامتحان والذي سنقوم فيه بصحيح طبعا الجزء المتعلق بوضعية تحرير موضوع مقالي في مدة التاريخ فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته